اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم جانجو شوفنا في الفيديو اللي فات عملية تكوين بقى التنبلاتس الخارجي وبعد كده كونا جواه الهوم.html وقلتلك ان احنا هنوقف عند حاجة اسمها الاباوت بيتش وبالتالي تعالى كده نكون صفحة الاباوت واللي هنبدأ ان احنا نرفقها من ضمن الملفات الخاصة بالمشروع او لما هضغط على الورل بتاعي فبالتالي اروح على الاباوت بيتش وده بكل بساطة لو جينا بصنا على الاسلوب اللي هنتبعه فاحنا هنتبع الclass based view اللي هي موجودة في الفيوز اللي موجودة في التطبيق بتاعي اللي هو البيجز وبالتالي تعالى كده نكون بس هقوله هنا في التنبلاتس زي ما عندي الهوم.html هكون عندي بيتش تانية هسميها الاباوت.html بالشكل ده وبرضو في الهتش تيميل او في الاباوت بيتش دي هستخدم الهتش تيميل 5 بالشكل ده وطبعا هشيل اللي هو الميتا بالشكل ده وبعد كده هاجي في البادي هقوله استخدم لي عنصر الهتش وان وبعد كده هقوله الاباوت بيتش بالشكل ده وبالتالي كده احنا كوننا صفحة الاباوت بيتش طيب علشان ابدأ ان انا اتعامل مع الاباوت بيتش دي فاقولتلك ان انت عندك حاجة اسمها البيوز اللي هبدأ من خلالها ان انا اعرض الاباوت بيتش وبالتالي هروح على البيوز زي ما كونت الكلاس اللي هو استخدمنا طبعا الكلاس بيتش دي فيو اللي استخدمنا فيه الكلاس الهوم بيتش فيو وعملنا امبورت للتمبليت فيو اللي هي موجودة من ضمن حزمة الجانجو دوت فيوز دوت جينيريك بالشكل ده بنفس المبدأ برضو هبدأ ان انا اكون كلاس تاني هسميه الاباوت بيتش فيو بالشكل ده واللي طبعا بيكستند برضو او بيانهرت من التمبليت فيو بالشكل ده طبعا هنا باستخدامي للتمبليت فيو فالتمبليت فيو بكل بساطة وفر علي عملية الرندر او استخدام الرندر اللي احنا استخدمناها في الفنشن بيز وبالتالي بكل بساطة بابدأ ان انا احندله بس التمبليت name اسم التمبليت بتاعي وبقوله التمبليت بتاعي موجود في فولدر التمبليت الفايل اللي اسمه الاباوت دوت اتش تي اميل وبالتالي انا محتاج ان انا بكل بساطة اعرف الملف بتاعي اللي هو الاباوت.html بالشكل ده. خليني اكتب الاباوت بالشكل ده. بعد ما كونت الفيو بتاعي او الكلاس بتاعي محتاج ايه? فاضل عندي حاجة بسيطة جدا. اللي هي اليو ار ايلز اللي موجودة من ضمن الابليكيشن بتاعي. طبعا احنا في الماي سايت عملنا اليو ار ايلز دوت البي واي عملنا انكلود للملف اللي هو اليو ار ايلز الخاص بالتطبيق بتاعي اللي هو البيجز. وبالتالي خلاص ده حاجة مفروغ منها. اما في اليو ار ايلز فانا محتاج ان انا اجي هنا واعرف باث تاني خاص بالاباوت بيج. وبالتالي هاجي هنا واقول له باث. باستخدام الباث فانكشن. على كده بس نحدد الباث فانكشن بالشكل ده. وطبعا الباث. خلينا نكتب الباث بالشكل ده. وطبعا الباث هنا ما ينفعش بقى ان انت تحط اليو ار ايل زي بعض. فهنا هنبدأ ان احنا نفصل فاقول له الاباوت بيج بالشكل ده. وطبعا هنا هستخدم طبعا نسينا نعمل امبورت لي الكلاس بتاعي اللي هو من خلال الفيوز اللي احنا عرفناه من شوية. وبالتالي هقول له الاباوت بيج بيو بالشكل ده. وطبعا بنفس المبدأ او بنفس الكنسب. هقول له اعرض لي الاباوت بيج بيو الكلاس. از بيو بالشكل ده. وطبعا سميلي الراوت ده. هسميه الاباوت بيج بي الشكل ده. بالتالي كده لو عملت كنترول اس. ولو روحنا على الترمينال بتاعنا. فبالتالي كل حاجة شغالة ومعنديش اي مشكلة. وبالتالي لو روحت على الويب سايت وعملت طبعا الرن للسيرفر. فبالتالي هاجي هنا واقول له وروح لي بقى على صفحة الاباوت. ولو ضغط انتر فبالتالي وداني على الاباوت بيج. بكده شفنا عملية البراكتس من خلال تكوين مجموعة ازاي ان انت تبدأ تهندلها من خلال الفيوز. والمرحلة الاساسية او اول مرحلة واللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. الا وهي اليو ار ايل. وبالتالي كل يو ار ايل انت محتاج ان انت تعرفه في سواء في الابليكيشن بتاعك او في الملف بتاع اليو ار ايل. وبما ان احنا مستعملين الانكلود فانكشن جوة اليو ار ايل. وضمنا اليو ار ايل او عملنا انكلود اليو ار ايل الملف اللي موجود في التطبيق بتاع البيجيز. فانا مش محتاج ان انا اعرف اي حاجة. بكل بساطة باجي هنا واعرف بقى مجموعة الراوتس الخاصة بالابليكيشن ده. واقدر ان انا استخدم الابليكيشن ده فاقدر من بروجيكت لانه هو دلوقتي كده بقى منفصل. ولكن طبعا زي ما عارفين ان القلاس هنا او التمبليت بتاعي لو روحت على الفيوز. هبدأ ان انا احدد بقى التمبليت فيو للبروجيكت التاني. وبالتالي كده كنترول اس كده هندلنا كل حاجة. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن كونسبت مهم جدا بابدأ ان انا اتعامل معا من خلال التمبليت. يعني المحاضرة اللي جاي او الفيديو اللي جاي هنخصصه بالنسبة للتمبليت. ازاي يقدر ان انا اعمل اكستند لتمبليت عندي. ومعنى ايه الاكستند معناه بكل بساطة ان انا بدل ما يكون عندي الهوم والاباوت.html واجي هنا في صفحة الهوم اعرف الهتمل بالشكل ده كصفحة موجودة عندي والاباوت بنفس الكلام. ماذا عن لو انا عندي مثلا في الهوم الهيدر والفوتر والاباوت برضو فيها الهيدر والفوتر فبالتالي ده هيكون حاجة مرهقة جدا. والجانجو وفر علينا الكلام ده كله من خلال حاجة اسمها وبالتالي هنشوفه ان شاء الله وهنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي.